نحن نعاني من السردية المهمة ماذا يعني بالسردية المهمة السردية المهمة هي السردية تحاول أن تفرض علينا شروطها وقيمها وحاجاتها وكل ما علينا أن ننفذها بالكامل دون نقاش هذا الذي يجعلنا نخطي بعضنا نتهم بعضنا نقول أنك لم تلست على الدين الصحي مثلا أو على الطريق القويم على الصلاة القويم دائما نلوم بعضنا لأن هناك أخطاء تحدث وهذا شيء طبيعي لكن هذه الأخطاء لا نحلل هذه الأخطاء التي تحدث بيننا على أنها أخطاء حدثت بسبب ممارسة عادية كل فعل هناك نسبة من الخطأ كل مشروع هناك نسبة كبيرة من أخطاء لكننا لا نرى أن هذه الأخطاء هي أخطاء طبيعية يجب تجاوزها بناء على ماضي التجارب الخاطئة فبالتالي ماذا نقول؟ نقول لا نحن نسر على الخطة بالكامل الخلل فينا وليس هناك خلل في الواقع الذي نعيش فيه وليس هناك خلل في القراءة في الفهم الخطة كاملة ومكملة كل ما علينا أن ننفذها لكن التاريخ يتحرك الزمن يتحرك اللحظات تتحرك كل شيء يتراكم لكن نحن باقي على الخطة نفسها وكأن هذا العالم هو مسرح يجب أن يتم تنفيذ فيه النص المكتوب لنا حرفياً وبدون نقاش هذا هو اللي يفسر لماذا كما قلت أكثر من مرة لماذا نتعرض لكوارث لمذابع لإشكالات لا أول لها ولا آخر تتدمر فيها مدننا تتدمر فيها شعوبنا ومجتمعاتنا وكأن شيء لم يكن ونرجع إلى الخطوة القديمة نفسها ونحاول أن نطبق الخطط بالكامل نعاير بعضنا ونتهم بعضنا بالتخصير وبالخيانة أو بالعمالة أو بالكفر أو بالتدليس وقائمة الاتهامات لا أول لها ولا آخر لم نفعل مثل ما فعلت الأمم المختلفة أنها تمر بتجارب كثيرة وتراجع نفسها وتتقدم أي أنها لا تعيش وفقا لسردية مهيمنة إنما سردية تاريخية يعني أنه آل الآن أدي خطة أنفذها في لحظة معينة من التاريخ بعد ذلك عندما أواجه مشاكل أراجع الواقع وأراجع الخطة وأتقدم إلى الأمام هذا حصل مع اليابان مثلا دمرت بالكامل مع ألمانيا مع دول كثيرة جدا وشعوب كثيرة جدا حتى رواندا يعني تعضت من تجربتها وقالوا خذ نغير الحكاية بأكملها وننطلق من جديد وبناء على ماذا؟ بناء على تجربتنا السابقة هذه التجربة السابقة علمتنا أن ما نفعله ليس بالشيء الصحيح أننا نعتمد على سردية فيها أخطاء كثيرة نراجع الخطة وهذه السردية ليست منطلقة ليست مقدسة بالكامل إنما نراجع هذه الخطة وفقا لحاجات هذا المجتمع ربما الخطة مقدسة لا بأس لكنها لا تنسجم مع الواقع فهكذا الأمم تطورت وتحدثت وقبلت بشروع مهيمنة الحداثة على الواقع فبالتالي هذا الأمر احنا فشلنا فيه بامتياز والسبب وهذه السردية السردية المهيمنة لا نتعرض لسردية تاريخية لا نعتبرها جزءا من التاريخ إنما نعتبرها جزءا من المقدس جزءا من ما هو لا يقبل المساز أن يمس الجزء المحرم هذا دائما لا يمس يجب أن نكرره دائما ويجب أن نختلف على أساسه لا نختلف على أساس تطبيقاتنا وأفعالنا وتقييمها سلبا أو إيجابا وفراز ما هو سلبي لا نقيم كل ما يدت على أساس من أحكام هذه السردية المهيمنة بالمناسبة هذه السردية المهيمنة التي تحدثت على دائما أننا لا نناقشها هي سردية موجودة لكن لحد الآن نحن لا نجرؤ على فحصها والتدقيق فيها مجرد أن يأتي شخص مثل مثلا يقال لا يحق لك بمناقشة هذه السردية الحقائق الآن يعني أدنى هناك منطقة شبحية في تاريخنا هي اللي أتت منها هذه السردية لكن الآن الدراسات والبحوث تؤكد أن هذه الفترة الشبحية فيها الكثير من الغموض فيها الكثير من المبالغات فيها الكثير من الحكايات والقصص العجيبة الغريبة الغير المنطقية خارج الواقع ولا توجد لها آثار ولا وثار فبالتالي هذه السردية هي أصلا اكتشفنا فيها إشكالات كثيرة جدا لا بس نحن نحترمها ونقدرها لكن أصبحت مشكوكا فيها هذه بحد ذاتها تعتبر جريمة وهذا هو سبب الإشكالات التي نعاني منها جميعا الكل يقول لك لا تتحدث هذه السردية كاملة مكملة كل الشيء فيها صحيح والويل لمن يحاول أن يتحدث ويقول يا أخوان هناك إشكال ومصدر إشكال أننا دائما نقول أن هذه السردية سردية كاملة مكملة وهي اللي جعلتنا نتفرق دائما طبعا وبإسم الوحدة نقول أن هذه السردية كاملة مكملة ويجب أن نكون موحدين وبالنتيجة نحن نتفرق يوما بعد آخر دون أي نتيجة نصنع مشاريع هائلة لا يمكن أن تتحقق يأتي شخص ويقول إسلام والحل مثلا فيجب أن الجميع ينصت ولا يناقش ولا يدلو بدلو ومن يتحدث يقول له أنت خارج على الدين وأنت كافر وملحد بعد ذلك نشكو عندما لا يحدث ما هو من يتأمل فيه نقول نشكو نقول له هذا ليس هو الإسلام الصحيح مثلا وهذا لا يمثل الدين لأن أصلا أنت اعتمدت على الشيء مطلق وكامل فبالنتيجة لا يمكن أن يعني أن يتحقق الشيء الذي تريده لأنه تريد أن تحقق المطلق فهل يؤقل هذا لكننا لا نتبع على حقيقة هذا الإدعاء الضخم وحين نصطدم بالواقع لا نقول نحن نتحدث نطالب بالتحقيق المطلق لا نقول هناك أشكالات في النسبي في الواقع الذي نعيش فيه في هؤلاء الذين لا يمثلون الدين هؤلاء الذين يخرجون على الناس هؤلاء العملاء الذين ينافقون وهم بالنتجة لا يمثلون المطلق أو لا يمثلون الدين منحرفون عملاء خوانة جهلة لا نلوم المطلق ولا ونحن حاولين في هذه الدوامة الغريبة العجيبة والمستحيلة طبعا الخلاص أقول نحن نفصل بين السردية المهمنة والواقع وبالنتجة نلوم الواقع دائما وعبدا السردية المهمنة أسطورية بالكامل كما قلت وتدعي الكمال المطلق والسؤال الذي فيه جواب مشكلة الحلقة مثلا أو هذه الفكرة الأساسية هو لماذا نحن نفاشلون دائما وهو الجواب هو الجواب والسؤال هو في الوقت نفسه هو لماذا ننطلق من الكليات لو ليس الجزئيات دائما والسبب هو أننا ضحايا هذه السردية أو الحكاية الأسطورية هناك زمن كامل هناك نص هناك إله كامل هناك نبي كامل وإمام كامل كل شيء كامل وحين نقول هناك مشاكل وننتقد الواقع يقول لك لأننا لم نطبق هذا الكامل وحين نقول نحن نسير في الطريق الخطأ وأن حكايتنا مليئة بالأخطاء يقول لك لأنك لم تؤمن بالكامل ولم تتوكل على هذه السردية كليا والتي ما نعيشه حاليا ما نعيشه دائما وليس حاليا فقط وهو النفاق والكذب والادعاء والإرهاب والإرهاب المجتمعي وحتى الإرهاب الفردي عن الرقاب الذاتية ما نحتاجه ونخذ هذه السردية المهمة وهذه السردية التي هي بالحقيقة تأسيس بتافيزيقي تأسيس موراء غيبي فصلنا بين الطبيعة وبيننا جعلنا نسكن في عالم سرمدي إلهي مقدس ولكن في الوقت نفس نعيش في الطبيعة هذا الفصل بين الغيب أو ما هو خارج الطبيعة الوهمي المتخيل أو المقدس أو الذي نؤمن به سميه ما شئت وبين الواقع هو سبب مشكال دائما مرجعيتنا إلى هذا الغيبي الموجود في الرئيس والموجود في اللغة والبلاغة والنصوص المقدسة هذا تأسيس الميتافيزيقي الذي أسميه لهذه السردية المهيمنة هو سبب الإشكال بأكمله لا ننتبه إلى هذا الحقيقة وعندما ننتبه نقول أن هذا الواقع هو مرفوض وأننا لن نتعلم منه ولا نحتاج أن نتعلم منه ولا نحتاج أن نمتحن تجاربنا فيه لا هناك حلم كبير جدا موجود في الرئيس ويجب أن يتحقق هذا هو سبب الإشكال الذي يجعلنا لا نتعلم ولا نتعظم من تجاربنا ولا نبني على أخطائنا وقاعة جديدة تتجاوز الماضي تتجاوز الأخطاء يعني هناك ستراكم زمني نحن نعيش ضمن الزمن ولا أسفر يكون هناك جانب غيبي لدينا للجانب السردية المهيمنة مثلا هذه السردية متافيزيقية غيبية مقدسة كل شيء فيها كامل ولكن لابد أن نعترف بأننا كائنات ناقصة السردية تقول لك لا أريدك أنا أريد أن تكون كامل ومكمل وإلا فلن أقبل بك عندما تموت أو عندما تفعل أي شيء لن سأرفضك فورا يا أخي أنا أقول لك أنا أت أوكي أنا أوافق بأن هذه السردية مقدسة وعظيمة ولا سابقة لها ولا مثيل لها وتقدم لي كل ما أحتاجه وهي يعني هي أعظم شيء إذن فتبقى في مكانها وننخرط في العالم ننزل من عربة السماء إلى سطح الأرض ونعيش في هذه الأرض وفقا لقوالينها وفقا لحاجاتها وفقا لظروفها وفقا لتقلباتها نعيش ولدينا سردية ليست سردية مهامة سردية أو حكاية أو قصة أو حدوتة أو فكرة أو دستور ليست مهامة إنما سردية نسبية نقدر نسميها وليس سردية مهامة يعني بعبارة أوضح سردية أرضية سردية واقعية نضع السردية المهامة في موقعها الصحيح موقعها المقدس المقدر لكن نحدد دورها على الصعيد الجماعي مثلا أنا وأنت نؤمن بها السردية لكن لا نسمح لها بأن تخرج علينا وتدخل حتى في المنزل في علاقتي مع الآخرين علاقتي مع الصديق مع الآخ مع الزوج مع الابن مع الأخت مع الأجنبي مع الغريب مع القريب مع الجار في العمل لا يحتاج هذه السردية لأنها لا تشتغل في هذا المكان لا تعمل وعلينا نؤمن بأن هذه السردية لا تعمل في هذا المكان أنا هذه السردية لا أحتاجها في المصنع ولا أحتاجها في المدرسة لا أحتاجها لأنها خارجة عن إطار الواقع والعالم الأرضي الذي نعيش فيه هناك عالم السردية هذا يبقى موجود بالحفظ والصون على الصعيد الفردي لكنه لا ندخله كحاكم فيما بيننا وإلا بدون هذا سنبقى نعيش في صام عقلي في صام ذهني في صام وجودي بين ما هو موجود وما هو غير موجود وغيبي وخارج الواقع وخارج الطبيعة فعلينا أن نقرر هل نحافظ على هذه السردية المهمة ونبقى طاعين متابعين أذلاء لها والويل لمن يحاول أن يناقش أو يقول فلنجعل لها مكانها المقدس ونعيش حياتنا وفقا للواقع الذي نحن فيه وبالطريقة الصحيحة أو طريقة الخطأ لا بس فلنسير وفقا للسردية الأرضية وهذه السردية الأرضية هي التي من خلالها نتعلم حتى الطفل الصغير كيف يتعلم المشي لأنه يحاول ويجرب مرة واخرى ويتعلم من أخطاء كل ما مضى الزمن ونجده بعد شهر شهرين يجيد المشي وبعد أربعة أشهر نجده يركض وكل ما يتطور تقوى ساقيه وهو ذهن يتطور وتتشكل داخله السردية أرضية هذه السردية أرضية هي التي تجعله يتحرك وينشط لكننا ماذا نفعل عندما مجرد أن ينمو قليلا نحقن فيه هذه السردية المهيمة ونعلمه على أن كل ما يجري حوله هو خاضع لهذه السردية ويجب أن يخضع لها ويجب أن يسير كل شيء وفقا لهذه السردية هكذا نفسد على أنفسنا أي قدرة على التعلم من أخطائنا وهذا ما قلته بالمداية أننا خلال حياتنا هذه القصيرة التي لا تشكل شيئا بإزاع تاريخنا الطويل العريض أو تاريخ هذه السردية المهيمة التي أمرت تاريخ سنة خلال حياتنا الصغيرة مقطع صغير اللي ما يجاوز خمسين سنة نحن مررنا بحروب لا أول لها ولا آخر ولم نتعلم منها نهائيا حروب عيانا من الناس ثمان سنوات حرب مع إيران على حدود إيران انتهت إلى هذا الشيء ولم نتعلم منها التجربة ورح دخلنا في حروب أخرى بلدان انهارت والتدمرت بالكامل أفغانستان العراق كما قلت سوريا سحقت وتقطعت خمسين وصلة بالتعبير الأراقي أو خمسين جزء وتوزعت حصصا لتركيا حصة لتركيا للأكراد حصة لأمريكا حصة لروسيا حصة لإيران حصة لإزبالله حصص يعني اشبع بها كل واحد أخذ لها عظمة أخذ لها يعني لقمة فتوزع جسد هذه الدولة أو الشعب العظيم وتوزع بطريقة مؤلمة جدا والأراق أيضا تقسموا شطرة باسم هذه السردية المهمة ندعي الوحدة لكننا بالحواقع نتفرق لأننا لا نريد أن نخرج من أفق هذه السردية النتيجة نتفرق إلى ما لا نهاية وعلينا أن نقتنع بواقعية وظرفية السردية الأرضية التي هي الوحيدة التي تجعلنا نتطور ونتغير ولا نكرر أخطائنا وكاننا شيئا لا نكرر شكرا جزيلا وآسف على الإطالة مع السلامة كان معكم منصور الناصر ترجمة نانسي قنقر